انسحبت لم تنسحب لا بل تنوي المغادرة غموض يحيط بمستقبل الإمارات في اليمن بعد تسرب أنباء عن انسحاب بعض قواتها وهي أنباء لم يتم التأكد من صحتها بعد لكنها أثارت الكثير من الاستفهام حول حقيقتها هل انسحاب من اليمن أم مجرد تحركات داخلها بحسب تصريحات دبلوماسية ليرويترز فإن الإمارات سحبت بعض قواتها من ميناء عدن والساحل الغربي وقد فسرت تلك المصادر الخطوة الإماراتية بالرغبة بتقليص وجودها العسكري في اليمن على خلفية التهديدات الأمنية التي يمكن أن تلحق بأمنها القومي بسبب التوترات الناشبة بين واشنطن وطهران لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي رسميا من أبو ظبي لكن مسؤولا إماراتيا وصفته رويترز بالكبير أقر بوجود تحركات للقوات الإماراتية متعلق باتفاق سوكولم نافيا رغبة بلاده بالخروج النهائي مؤكدا على أن أبو ظبي لا يمكن لها أن تترك فراغا في اليمن معارضون لأبو ظبي يرون أن انسحاب قواتها تم بشكل جزي نتيجة الرفض الشعبي والرسمي المتنامي ضدها كل يوم والذي يتعامل مع وجودها كقوات محتلة بينما يرى ناشطون بأنه مجرد تكتيك لتخفيف من ضغط تقارير المنظمات الدولية المركزة على انتهاكاتها لكن متابعين يرون أن الأمر لا يخرج عن كونه تبديلا روتينيا حدث مثله في نوفمبر 2017 محللين يرون أن الإمارات غادرت أن بقيته ستبقي على نفوذها في اليمن فتشكيلات المحلية العسكرية التي تدين بالولاي لها ستظل متحكمة بالموانئ ومواقع النفط والغاز كما أنها ستتيح لها إمكانية العودة إلى اليمن مرة أخرى إن أرادت ذلك